ساعدوني ساعدوني تعالوا ساعدوني سيدة سيلجون حمزة حمزة اطلب له المساعدة سيد ارتغرول سيد ارتغرول ما الامر حمزة؟ السيد جوندوكدو يموت سأخبره سليمان شاب جوندوكدو اخي 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 سيلجون ماذا حدث ريخ؟ رأيته هكذا حين دخل ارجوك انقذ اخي يا الهي لا تدعه يموت ارجوك سعده يا ربي لا اريده ان يموت ما الامر؟ ارتغروا المالامر حمزة بني احضر المحاربين سنأخذه الى اكجاكوجة حاضر سيدة بني ارجوكم سعده ولا تدعه يموت ام دعيه يتنفس واخذي سيلجان الى الخارج لا لا سعال اخي لا سيلجان ارجوك هيا يا سيلجان هيا يا سيلجان يا الله هيا سيقن ولده هيا قدوك دو تقيا يا اخي تقيا هيا هيا قدوك دو اخي اخي بطلي لا تستسلم تحمل بني تحمل لا تستسلم اخي سيكون بالخير لا تقلقوا امي دعيني ادخلوا الى الخيمة توقفي سيلجان لا تقلقي عليه سوف ينقذونه سيلجان امي ارجوك قدوك دو قدوك دو سيلجان سيلجان ماذا حل به هيا اخبروني لا تقلق زوجي انه يتنفس توقفي سيلجان توقفي لا 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 قدوك دو زوجي سيلجان سيلجان ماذا حل به يا الهي ماذا اصاله ارتغر وحليمة جعلا قدوك دو يتنفس ثانية اهدى الى اذهب الى خيمة امك وتمالك نفسك وان شاء الله سيتحسن ابنتي دعيهم يقومون بعملهم هيا تعالى معي لا لا سيلجان اريد ان ابقى بعزوجي تعايد امي سيلجان تعالى معي سأذهب اليه قلت ونفقه وحده ابتعدي علي سيلجان يا الهي سيدة سيلجان سيلجان سيدة سيلجان سيدة سيلجان سيدة سيلجان ماذا حل بها ساعدوها ساعدوها بسرعة هيا قفي دعيني يا أمي دعوني أرجع لها يا أمي دعيني دعوني سقطت على الأرض عفا هيا أسرع هيا يا أمي تريد أن تلعب معي يا سليمان شاه أنت وأولادك وأنا الآن سأريكم كيف يكون الدعب محارب غندوك دو حمزة رآني بجانب الخيمة اللعنة علي دعني أذهب وأقتله وإلا فسوف يتهموني لا ستلفت الانتباه اذهب خارج المخيم وإن بحثوا عنك سأرسلهم إليك وكيف سأتغلب عليهم وحدي لا تقلق أنا سأحميك لن تكون وحدك خذ هذه مكفأتك ترجمة نانسي قنقر